اهلا بكم الى هذه الموجة المفتوحة لنقل وقائع اليوم الانتخابي في اسرائيل عبر اي 24 نيوز ارحب بضيفي السيد عودي بشارات الاديب والكاتب السياسي وكذلك السيد جائيل جرينفالد ناشط في اتحاد الاحزاب اليمينية اهلا بكما وكذلك سنرحب بشبكة مراسلين الان موجود معنا في تل ابيب مروان عثامنة وفي زديروت بليغ صلاطين اهلا بكما ساتحول مباشرة الى تل ابيب مروان رباء اذا ليس معنا حتى الان سابدأ ربما معك سيد عودي نقاط الاساسية في هذا اليوم برأيك يعني القضية الاساسية كما هو واضح هل سيستمر حكم نتنياهو ام هناك امكانية لتغيير هذا الحكم وعلى هذه تاجر المعركة وفي ظل هذه المعركة ستكون ضحايا بالمفهوم المدني طبعا من الممكن احزاب صغيرة في الطرفين من اليمين او اليسار قد تسقط نديجة هذا الصراع بين العملاقين يعني ولا نرى ان هناك ما اسميه رحمة من قبل قيادي هذين التكتلين من نتنياهو ومن بني غانس نتنياهو يدعو الى تصويت لحزبه وليس للكتلة كلها للكتلة اليمين وفي الوقت نفسي غانس ايضا يدعو لتصويت لحزبه وليس للكتلة من الممكن ان يؤثر ذلك على ميريتس وفي جانب معين ومن ممكن ان يؤثر ذلك في الجانب الاخر على احزاب اخرى مثل لبرمان والاحزاب اليمينية الاخرى سموتريتش وبنكفير وما الى ذلك ولذلك هذه المعركة هي على تقرير خط الدولة خلال السنوات الخمسة القادمة وفي هذا الاطار من الممكن ان تحدث مفاجآت معينة طيب سيد جرينفالد هل ترى بالفعل ان هذه المعركة الانتخابية هي على اسم رئيس الوزراء المقبل ام على نقاط اخرى ما هي النقاط الاساسية في هذا اليوم الانتخابي انا الصباح الخير اقول ان يوجدون ثلاثة نقاط مركزية في الانتخابات الحالية نقطة الاولى هي انه في نهاية المطاف يوجد هنا صراع بين كتلتين لا اعتقد ان يجب ان نتحدث عن صراع وخلاف بين غانس ونيتانيا بل يجب ان نتحدث عن صراع بين كتلتين والشأن الثاني هو المختلف الذي اللغز الاكبر هو اي احزاب وكمية الاحزاب التي ستتعبر نسبة الحسم ستجتاز نسبة الحسم وسنرى في المساء نهاية المطاف النتائج النقطة الثالثة وهو يؤسفني انه لم يكن هنا نقاش حقيقي بين الكتلتين تناول عديد من النقاط غير الاساسية مثل القضايا كهذه او تلك تليفون غانس وغيرها ولكن لم يتعلق النقاط الخلافية المركزية والاسف جديد توجه الناخ بالاسرائيل اليوم للتصويت ولا يعرف بالفعل ما يعتقده هذا المرشعة ذاك المرشعة وهذا الامر يؤسفون جدا سيد عودي اليوم الوزير او السفير الامريكي السابق لدى اسرائيل دان شابيرو ذكر في مقال للرأي نشرته ان بي سي ان المعركة الانتخابية في اسرائيل هي بالفعل على اسم رئيس الوزراء نتنياهو ام غانس وهذا يعني السيد جرينفالد ما يؤكده ايضا ويقول انه لم يكن هناك اي نقاش بين الكتل او المعسكرات في اسرائيل على ما يصوت الناخب الاسرائيلي على اي نقاط سياسية انا اوافق معك ومع سيد جرينفالد انه تحول النقاش الشخصي بنتنياهو ولكن حتى في اطار النقاش الشخصي نتنياهو يمثل نهجا معينا وبني جانس يمثل نهجا معينا بن نتنياهو يعني بتحالفه مع اوساط كهانية يعني التي هي من امين مضطرف التي يعني لا تريد عرب في هذه البلاد تحاول تقليص حقوقها ولذلك وفي المقابل بني جانس يقول انا لن ادخل في حكومة فيها يعني ممثلين لحزب كهانة او مؤيدينه ولذلك من الممكن ان نرى حتى في اطار الصراع بين الشخصيات ان وراء ذلك هو برنامج سياسي فوجود بني جانس في الحكومة من الممكن ان يخفض وطيرة ومنسوبة العنصرية في اسرائيل التي شهدناها خلال السنوات الاربع الماضية وخلال الاشهر الماضية عندما يقول نتنياه ان النواب العرب هم اعداء وما الى ذلك فلذلك انا موافق مع جرينفالد ومع كي ان هناك شخص هنا يعني اصبح شيء شخصي ولكن خلف هذه الشخصيات هناك برامج واجواء سياسية انا استمعت الى خطاب جانس وطبعا هو يحاول ان يطرح نفس المواقف لنتنياهو الخطاب الاول ولكن لم الاحظ شيء واحدا التحريد لم يكن لك تحريد لا ضد العرب ولا ضد اليسار ولا ضد بينما كل خطاب نتنياهو يحرد ضد العرب وهذا الامر يعني من الممكن ان او نأمل ان يجد تعبير عنه في الانتخابات بتمييز بين هذان الامرين طيب سيد جرينفالد في هذا اليوم لا يخشى اتحاد الاحزاب اليمينية وهو بالمناسبة يعني جزء من اتلاف سعى اليه ايضا رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو عندما اقنع هبايتها يهودي في ضم عثماء يهودي الا تخشونا من محاولات في الليكود لاستقطاب الاصوات من احزاب يمينية اخرى لمصلحة الليكود وبالتالي يعني لرفع نسبة احتمالات ان يزكى نتنياهو او يوصى به لرئاسة الوزراء لا شك انه كان هناك صراع بين الاحزاب هذه النقطة التي قلتها قبل ذلك انه صراع داخل الكتل بالذات كما قلت سمعت اليوم ان حزب العام غاضب جدا على جانس بان جانس يحاول ان يسلبهم بعض الاصوات وهناك الامر ذاته يحدث في كتلة اليمين ومعسكر اليمين وهناك نضال سيصراع بين كاحلون وبينت وشاكيد وليبرمن والليكود ورافي بيلس وكل يحاول ان يسلب الاخر اصوات منه ولكن هو قرر ان التقسيم الداخلي ليس مهما الى هذا الحد الاهم في نهاية المطاف هو اي معسكر او اي كتلة هي التي ستكون منتصرة وهذا الذي قد يحسم النقاشات واتفق مع زميلي هنا في الاستوديو ان هذه هي القضايا الاساسية التي توجب علينا ان نرد عليها اليوم عندما يتوجه كل من الاحزاب للتصويت كل مواطن للتصويت ولكن يسفوني بالفعل انه حتى الان لم اسمع ما يعتقده ويؤمن به غانس او لابيد وفي كثير من المرات تركوا هذه القضايا المركزية او تطرقوا لها بشكل مبهم وهذا فقط هو امر مؤسف لان دولة ديمقراطية تدعو الناس للتصويت كل مواطن للتصويت كل اربع اصوات يجب ان يعرف الناس الى ماذا يصوتون ماذا يصوتون ما هي الايديولوجيا التي تصوتون لها انا لا اتفق مع سيد فيغل وربما سيكون انفجرة الانتخابات ولكن شيء واحد ان انا استطيع ان نناقش موشي فيغل لانه كتب اطروحة من 350 صفحة ولكن قد لا اتفق مع تقرير نصف تقريبا ما قاله ولكن على الاقل وضع اطروحة وبرنامج عامل واضح اريد ان نتحول الى تل ابيب مراسلنا مروان عثامنا موجود هناك اهلا بك مروان ما هي اخر التطورات لديك شيرين اربع ساعات على فتح سنضيق الاقتراع الحركة في ازدياد جميع الاحزاب تقريبا متواجدة هنا من خلال مندو بيها تحاول اقناع باللحظة الاخيرة الناخبين ربما الذين مترددون حتى النهاية حتى اخر لحظة الادلاء بصوتهم يوجد تواجد كبير لممثلي احزاب الوسط واليسار على حساب احزاب اليمين وبالاساس اللي كود تواجدهم شبه غير موجود وغير مفكور نسب الانتخاءة نسب التصويت في مركز الاقتراع الذي نتواجد فيه تجاوزات ربما العشرة او الخمسطعش بالمئة منذ الصباح وهذا يدل على نسبة ربما ويمكنها ان تعكس على نسبة الانتخابات العامة في نهاية المطاف في داخل المركز الانتخاب الذي نحن نتواجد به اشكرك جزيل اشكر زميل مروان عثامنة ان نذكر فقط مشاهدنا الكرام بان لجنة الانتخابات المركزية تقول حتى الان وصلت نسبة التصويت الى 12.19% وهي نسبة اقل بقليل من النسبة في هذه الساعة عن الانتخابات السابقة التي اجريت عام 2015 ايضا نذكر بان معظم رؤساء الاحزاب ادلوا باصواتهم منذ ساعات الصباح في هذه الاثناء ربما ايضا او صوت رئيس الوزراء ربما قبل نصف ساعة في القدس ننتظر ان تصلنا تصريحاته وماذا قال عند صندوق الانتخاب رئيس حزبها يمينها حداش رؤساء شاس ويهدوتها ترى بعض القوائم العربية ايضا وكذلك جانت صوت هذا الصباح رئيس الدولة اريد ان اتوقف عنده قليلا روفين ريفلين صوت هذا الصباح وايضا نشر مقالا دعا فيه الاسرائيليين الى التصويت الى ممارسة حقهم الانتخاب ولفتني انه قال ان من يقرر او من يحسم هوية رئيس الحكومة هو ليس انا وانما انا انت وكل شخص متساوي في هذه البلاد وكل شخص عليه ان يدلي بصوته سيد عودي اريد ان اتحدث قليلا عن روفين ريفلين يعني رئيس جاء اصلا من الكنيسة من حزب الليكود لكن له ربما صراعات كثيرة مع رئيس الوزراء وستكون مهمة تسمية رئيس الوزراء ملقى على كاهله كيف تراه يتصرف يعني كل تصريح لرؤوفين ريفلين رئيس الدولة حتى لو بدى يعني مفهوما ضمنا في الاجواء التي نعيشها يظهر كأنه يعني معارض لرئيس الحكومة عندما يقول ان كل انسان له الحق في اختيار رئيس الحكومة اذا كان انسان بسيط او وزير او وما الى ذلك هذا يعني بشكل او باخر وكأنهم وجدوا ضد رئيس الحكومة الذي يقول احذروا العرب بيصوتون في قبل الانتخابات الماضية انهم يتدفقون على الانتخابات لا شك وكذلك الهجوم عليه من قبل رئيس الحكومة نتنياهو قبل فترة بانه يعني سيوكل اقامة الحكومة او تشكيل الحكومة على شخصية اخرى غير شخصية نتنياهو مع ان رئيس الحكومة هو انسان يجب ان يكون رسميا ورغي ان يتصرف بهذا الشكل ولكن حتى التصرف الطبيعي اصبح في نظر اوساط معينة هو امر يعني معيوب وغير صحيح فبالتالي هذا الصراع منذ ان تم انتخاب ريفلين رئيسا للدولة وبمعارضة نتنياهو نتنياهو لم يقبل بذلك وهذا الامر مستمر في تصريحات معينة من جهة الهجوم على العرب من قبل نتنياهو من جهة اخرى ريفلين يحاول ان يظهر الامور بشكل اخر من جهة بالنسبة لتصرفات معينة في الدولة او احداث معينة نجد ان ريفلين يتخذ موقف الانسان المسؤول الانسان الجامع الانسان الذي لا يريد ان يكون اي مواطن خارج الساحة السياسية وخارج الساحة الشرعية في المقابل نتنياهو يتصرف بشكل اخر ولذلك انا اقول وايضا لجرينفالب الموجود معنا اقول ان الانتخابات صحيح ومؤسف انها لم تتطرق للمستقبل المناطق المحتلة بين اليمين واليسار ولكن هناك عامل اخر موجود الان على الساحة وهو قضية العنصرية والتي تتغلغل في اوساط واسعة في الجمهور الاسرائيلي وهذا الامر اعتبره غنصرا اعتبره غنصرا هاما في هذه السجارة سيد جرينفالد يعني رئيس الدولة من جديد صراعات مع اقطاب اليمين طوال هذه المدة كيف ترون اداء رئيس الدولة في هذه الانتخابات وحاول ان يكون رسميا الى ابعد الحدود لكنه يعني اليوم قال ان هذه الانتخابات مالت الى استياسة والى القضايا الخلافية اكثر منه الى الرسمية دعا الاسرائيليين مجددا للتوجه لاختيار رئيس الوزراء والاحزاب المنافسة وحتى لو لم يعني هذه الاحزاب التي يصوتون لها لن تعبر ربما نسبة الحسم او لن تنجح في الدخول الكنيسة اني لي واثق انه مساء اليوم الرئيس او في الايام المقبلة سيوكل الشخص الذي يملك اكبر حظوظ واحتمالات بتشكيل الحكومة بتشكيل الحكومة الخلافات بالنسبة لرئيس الدولة هي غير مواتية رئيس الدولة ورئيس الحكومة هنا امار جلاني يملكان منصب رسمي ولذلك فان الرئيس سيوكل الشخص ذو الضوذي الاكبر بتشكيل الحكومة بيوكله بتشكيل الحكومة لذلك يكرر من جديد هذا الوضع في اسرائيل ويكرروا من جديد ان المسألة هي مسألة السراع هنا بين اليمين واليسار وانا اتفق مع قاله الرئيس انه يتوجب على مواطن دول جسر يخرجوا للتصويت هذه طريقتهم لتأثيري على مستقبل دولة اسرائيل كل مواطني دولة اسرائيل يتوجب عليهم تنفيذ ذلك ويسعدني اننا نعيش هنا في دولة ديمقراطية اتمنى انه في في المناطق حول دولة اسرائيل ان تقوم الدول هذه بادارة نفسها بهذه الطريقة ان كل كل شخص يستطيع ان ينتقل مرة اربع سنوات الطريقة التي يرغبها السياسة التي ينوي تبنيها وبعد طريقة ادارة دولته بشكل ديمقراطي سيد عودي اريد ان اتحول الى الشارع العربي هناك خشية من عدم توجه الناخبين الى صندوق الانتخاب ونسب منخفضة للتصويت مقابل نسب مرتفعة ربما في الوسط اليهودي كيف تقيم الامور هل سيخرج العرب للتصويت يعني لا شك انه خلال الفترة الماضي ظهرت بشكل المصور فيه التهويل وزيادة حجم ظهرت ما يسمى المقاطعة لا اعتقد انه يوجد مقاطعة يعني اذا هناك اناس لا يذهبون الى التصويت اما من الناتج عن المبالاة ناتج عن يأس معين ولكن ليس موقف مبدئ انا لا اشارك ربما هناك نسبة ضئيلة وهي موجودة في كل المعارك الانتخابية ولكن باعتقادي انه انه هنالك امرين الامر الاول تفكك القائمة المشتركة والتحريض على النواب العرب يعني اشعر الناخب العربي ان النواب العرب ليسوا بمستوى المسئولية وتفكك القائمة ايضا اثرت بهذا الاتجاه وهم غاضبون على ذلك والممكن ان يؤثر من ناحية تانية كمية التحريض الآن الموجودة ضد النواب العرب كمية محاولات شرعيتهم ومحاولة ضررهم كأعداء والى اخره بدل ان تؤثر على العرب ان لا يصوت ممكن ان تدفعهم ان هناك اخطار علينا هناك احزاب تريد ترضنا من هذا البلاد ولذلك انا باعتقادي ان هذين الامرين من الممكن ان يتعادلها ونسبة التصويت سنرجع ونشهد بانها ازدادت كما كانت في السابق ولذلك انا متوقع ان تكون النسبة اما مشابهة للسابق او اقل باشياء بسيطة فقط اذكر باننا بانتظار تصريحات الرئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو الذي يدل بصوته او ادل به قبل قليل في القدس وان عدد الناخبين هو ستة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين الف ناخب او يزيد عن ذلك بقليل يصوتون في عشرة الاف وسبعمائة وعشرين صندوق انتخاب منها بعض الصندوق الموجودة في المشافي والتي ثبتتها ايضا مصلحة السجون في ثمانية وخمسين او في ثمانية وخمسين موقعا في السجون الاسرائيلية سيد جائيل اريد ان اسألك ايضا عن قضية الاحزاب العربية هذه الاحزاب تقول ان في هذه الانتخابات لم يكن هناك تعاون من جانب كتل اليمين احزاب اليمين اصرت على التواجد في صندوق الانتخاب في الشارع العربي او في البلدات العربية علما بان معظم هذه البلدات يصوت للاحزاب العربية والان هناك شكاوى عن ان الليكود ثبت اكثر من الف كاميرا لمراقبة صندوق الانتخاب في الشارع العربي تحديدا لا اعرف ان كان هذا الادعات صحيحا ولكن اعرف شيئا واحدا فقط اننا نعيش في دولة ديمقراطية ويجب ان نحترم حق كل الشخص والشخص ان ينتخبه بشكل ديمقراطي انا ادعو من هذا المنصب من هذا الاستوديو كل الاشخاص ان يتصرفوا بشكل صادق ومستقيم وان لا تحدث شوائب او عيوب لا في هذا المجتمع ولا ذلك المجتمع اعتقدوا ان هذه قوانين اللعبة ويجب علينا ان نعيش سوية نحن نعيش هنا معا عربا وغير يهودا وغير يهود هنا في دولة السراء كما قيل في باديات هذا اليوم انه يوم معيد يوم احتفال للديمقراطية السراء امل ان تتعلم دولا اخرى من دولة السراء كيف تدار هذه الدولة كيف تدار دولة ديمقراطية طبعا انني اعارض اي شيء لا يعكس ذلك ويجب ان ننفذ الافتل ونفذ قدرها بوسعنا لكي تدارهم بشكل صحيح ولكن ذا كانت في الماضي لم تدار فيها الانتخابات والامور بشكل صحيح كما يجب ان تدار يجب ان نفعل كل شيء لكي تدار بشكل صحيح قد يقول الامر صحيحا لذا المجتمع ذاك المجتمع لا اريد ان اصيح شيرة الى وسط المعين او لا ولكن هذه الحملة الانتخابية يجب ان تدار بشكل صحيح يعني اقصاء النواب العرب من الكنيسة او القوائم العربية قدمتم يعني ضدهم التماسات لشطب بعض النواب وبعض القوائم من هذا من هذه المعركة الانتخابية هل هذا مرتبط بالتشديد على وجودكم في البلدات العربية في هذا اليوم الانتخابي لا لا يوجد اي علاقة المطلب كان مطلب شرعي جدا ان من يجب ان يكون عضو كناسة يجب ان يحترم دولة اسرائيل لا يؤقل ولا يصح ان يكون عضاء كناسة في كناسة الاسرائيلية الذين لا يحترموا المؤسسة التي تسمى دولة اسرائيل انا اعارض وبشدة ان يكون هناك عضاء كناسة ويؤسبني جدا قرار بعض الجهات القضائية التي قررت ووافقت على ان يكون اشخاص لا يعترفون بروح الشعب الصهيونية ولا يخترمون هذا الامر ان يجلسوا في الكنيسة هذا كان الادعاء الاساسي اولئك عضاء الكنيسة وانا اتفق معهم الى الميدان مجددا الزميل بليغ صلاطين موجود في زديروت كيف تبدو الصورة بليغ لديك في زديروت نعم شرين حتى الان رأينا يعني مئات وربما اكثر من الاف او الف شخص توجهوا الى صندوق الاختراع هنا من خلفي نذكر هنا ان زديروت البلدة التي يسكن فيها ويقضل فيها حوالي السبع وعشرون الف مواطن يوجد ثمانية عشر الف مواطن يملكون حق التصويت وسيقومون بادلاء صوتهم في هذا اليوم نرى ايضا هنا ناشطين من احزاب مختلفة بالاساس احزاب يمينية وربما احزاب ايضا بشكل عام اسرائيلية حزب كولانو حزب العمل الذي ايضا يعني رقم ستة فيه هو عمير كريتس الوزير السابق ووزير الامن السابق الذي هو ايضا من سكان زديروت طيب يعني من خلال حديثك مع الاشخاص الناخبين في محيط صناديق الانتخاب هل لمست بالفعل ان هناك يعني تجاوبا مع حزب ضد اخر اكثر او ميول ربما لاحزاب اليمين النتائج السابقة فادت بان زديروت صوتت لمصلحة الاحزاب اليمينية اكثر من اليسار وتحديدا لليكود علما بانه كما ذكرت يعني عمير بيرتس هو من سكان هذه المدينة وهناك الكثير من الاشخاص فيها الذين يحتجون على سياسة الحكومة حيال مسألة اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه زديروت نعم شيرين يعني زديروت هي احدى المدن التي نستطيع ان نقول انها رمز للضواحي في اسرائيل هي ذات او اغلبية السكان هنا ذات يعني وضع اجتماع اقتصادي متدني ويعني بطبيعة الحال على الاغلب هذه المدن تصوت اكثر الى الاحزاب اليمينية نرى اليوم ان هناك تواجد لحزب اتحاد الاحزاب اليمينية بقيادة الرابي بيرتس الذي كان ايضا متواجدا قبل قليل هنا في اليوم يعني اتجاه نهو اليمين لم ارى اي يعني العديد من اشخاص او ناشطين لحزب العمل الذي يوجد فيه كما ذكرت موشي بيرتس ولكن ممكن ان يكون تغيير لاحزاب اليمينية اخرى غير حزب الليكون الذي حصل على 43 بالمئة في الاتخبات السابقة اشكرك جزيل اشكر زميل بليغ صلدين اريد ان نعلق على هذه النقطة فيما تبقى لنا من الوقت يعني هذه مدن او بلدات الضواحي تحديدا في الجنوب تصوت دائما غالبا لمصلحة احزاب اليمين كيف ذلك يعني ونحن نتحدث عن حكومات يمينية يتهمونها ايضا بالتقصير في الضواحي يعني لا شك ان اليمين هو تاريخيا قوي بين الجمهور الشرقي من اصول شرقية من اصول عربية يعني او من اصول من دول عربية وبالتالي هذه الجماهير ظلمت في عهد حزب ماباي والمعراق ولذلك كان المتنفس لديه هو بيجين والليكود اليوم انا باعتقادي ان هذا النفس بدأ يتغير شيئا ما مع ان وجود حزب العمل الان كلها قيادة شرقية لا يجد يعني حزب الليكود وكلها قيادة اشكنازية والحزب العمل هو قيادة شرقية لكن لم يفلح ولكن حتى الان لم يفلح وفي حين براك اتى واعتذر للشرقيين اذا كنت تذكرين قبل حوالي العشرين سنة بانهم ظلموهم باعتقادي ان هذا الامر سيؤثر قضية الصواريخ من غزة ستؤثر على اجواء التصويت لصالح الليكود وخاصة انه لم يقدم له من حل الشافي هو عاد قبل ذلك وقال انه سيغير ولكن لم يتم هذا الامر تعليقا قصيرا سيد جرينفلد ايضا على تصويت الضواحي لمصلحة اليمين باختصار انا اتطبق جدا معي في الضواحي شعور الناس وليس من سنة بل من سنوات طويلة يشعرون في الضواحي ان احزاب اليسار تمثل نخبة معينة لا يتم تمثيلها ولا تمثل الضواحي نسبة للاشكناز والشرقيين هذا ينعكس بالاساس بان اولئك الاشخاص يشعرون انهم ليسوا من النخبة في دولة اسرائيل ما نسميه نحن دولة تل ابيب وبالفعل يجب ان نقول ان يوجد هناك شورب ان يوجد هناك دولة تل ابيب ويوجد دولة الشمال والجنوب وهنا لب النقاش والخلاف وليس صدفة ان في المساء سنرى ان معظم ناخبين مواطني تل ابيب سيصوتوا لبينيغانس ومعظم ناخبين بالشمال والجنوب سينتخبوا لكل سيد جائل جرينفلد من اتحاد الاحزاب اليمينية ابقى معنا سيد عودب شراط سترافقنا طوال هذه التغطية لهذا اليوم مشاهدين انتهت هذه الفقرة من موجتنا المفتوحة عبر اي 24 نيوز لتنقل وقائع الانتخابات الاسرائيلية ابقوا معنا على رأس السعى نلقاكم اشتركوا في القناة